في بعض الحديث كده تحس كده أن هي ركن السعادة ركن الهنى الحديث ده على قد ما فيه جزء كده بيخلي الناس تتاخد لكن الحديث ده اللي احنا نعيش فيه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نسلم على حضرة النبي السلام عليك يا رسول الله يا بي أنت أم يا رسول الله صلى الله عليك وآله 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 إه مع الحديث ده؟ هو حديث سيدنا عبدالله بن مسعود أبي عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق أيوة هو ده الحديث الراء أهلا بنحبه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الراجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب والعياذ بالله يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الراجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا هذا الحديث متفق عليه وهذا الحديث ليه بقول إنه هو ركن من أركان الحياة لإني على فكرة هو ركن من أركان الحياة مش بس ركن عشان هو ركن من أركان أخلاق لكن ركن من أركان الحياة لإن أنا عايز أقول لكم حاجة الناس إما أن تعيش بصدق أو تعيش بكذب هقول لكم إيه اللي خلانا إيه ده فعلينا إن إحنا نتكلم عن هذا الحديث الآن الناس وخاصة لما بيخرجوا من شهر رمضان بتبقى فيه مشكلة عندهم إيه المشكلة اللي عندهم المشكلة إنه من أكتر المهارات اللي كتير من الناس أتقنوها في الوقت ده عارفين مهارة إيه؟ التمثيل إن الناس بتمثل يعني إيه بتمثل بتهذر مش عايشة بجد مش حاسين بإن العلاقة اللي بينهم وبين ربنا أو العلاقة اللي بينهم وبين الحياة نعمة الحياة هي رجولة هي الصدق لإن مركز الرجولة هي الصدق ولذلك الصدق ده تكنز المؤمن ولذلك أول حسن خلق تعرفنا بيه على حضرة النبي كان خلق لإيه؟ الصدق ليه طيب؟ عشان نعرف إن البوابة الكبيرة اللي بيننا وبين الحياة بين بالعكس بيننا وبين الله أولا ثم بيننا وبين الحياة هي الصدق يعني أنا لو ما كنت الصادق في المعاملة مع الله وما كنت الصادق في تعرفي على نعمة الحياة مش هقدر عيش عيشها صحيح لإن أنا أعرف ناس كتيرة في حياتنا دي بيعيشوا 96% حياة الآخرين دولا صادقين في إنهم عايشين تعالوا تعالوا نشوف الناس على السوشال ميديا هما صادقين في إنهم عايشين حياتهم ولا عايشين حياة الآخرين قاعد بيبحث في أسرار فلان ويدعبس ولا فلان ويعمل هو صادق إنه عايز يشعي حياته أبداً هو عايز يشعي حياة الآخرين وزي قلت لكم بكذا البحث اللي أنا عملته على عدد من الناس وصل الناس ومية بإيه اللي حاصل النتيجة إنهما الناس بتعيش 96% من حياة الآخرين وبيعيشوا 4% بس حياته مهمة أيوة الصدق دوت هو اللي بيخلي للحياة مش بس طعم الأهم من إن الحياة بيبقى لها طعم إن الحياة نشوفها على حقيقتها فلذلك ليه الرجل زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل اللي يسدق ويتحرى الصدق ليه بيتحرى الصدق لأنه بيتحرى الحقيقة من غير الصدق مش هتشوف حقيقة الأشياء وعشان كده العلماء لما يجوموا يعرفوا الصدق قالوا إيه؟ مطابقة الكلام للواقع وساعات يقولوا مطابقة الكلام لنفس الأمر أو للواقع لذلك الصدق بقى قيمة مركزية وكأنه بيقولوا لنا العلماء بما إن الصدق ومطابقة الكلام للواقع أصبح الصدق هو مركز تعرفنا على الحياة علشان كده الله سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نكون مع الصادقين فقالوا أكونوا مع الصادقين تخيل كده لو إن البيئة كلها صادقة فاحنا عيشنا مع الصادقين عنا عيش مع من؟ مع الله فنعيش في أمان الله ولذلك إيه اللي حصل؟ زي ما المسلم من سلم الناس من لساني ويادي والمؤمن من أمناه الناس هيبقى هو ذات معنى الصدق فنعيش في أمان لأن الصدق أمان موصل لذوق حلاوة الإيمان فبالصدق يذوق الإنسان معنى الإيمان فلذلك لازم كان أول بوابة نعرف فيها هذا الدين هو إن يدخل الدين ده من بوابة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فالصدق مش بيكون في الكلام على فكرة الصدق أنا دايما بقول كده يا جماعة الصدق مش بيكون في الكلام الصدق بيكون في الحياة ولذلك تلاقي الصادق في الحب واسع يحب الناس والناس تحبه مش بيمتلك حبيبه عشان يكون بتاعه هو بس لكن هو شايف إن من الصدق في الحب إن الشخص ده يحيى حياة حقيقية والحياة الحقيقية مش إن أنا أسل بحلية حده وأمتلكه لكن الحياة الحقيقية إنه هو حر حتى لو كنت بحبه ولذلك لا يحسن الحب إلا الصادقون